طلاب العزائي وطلاب الصف الاول سهلاوي. اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بازن الله بنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية. وهيكون معاكم مستر تامر محمود. اه اتمنى النهاردة ان شاء الله تكون الحصة بتاعتنا حصة مفيدة. خاصة ان احنا النهاردة بنتكلم عن رواية مهمة جدا وهي رواية ابو الفارس عنطارة. اه قصة عنطارة بن شداد. واحنا عندنا اه بتسارك كتير جدا عن القصة. وهل مفروض اه بنذاكرها. طب مفروض ان احنا بنحفظها. طب بنحفظ احداث اه اسئلة واجابة ولا بتيجي ازاي في الامتحانات ولا قصة ايه بالزبط. وعشان نجواب على كل هذه الاسئلة والتساولات اللي هي بتدور في ذهنكم جميعا. فاحنا عايزين نستعرض مع بعض اهم نوادج التعلم المستهدفة. اللي اللي مفروض نكون احنا عارفينها من خلال دراستنا للقصة. اه بيقول لك انت اول حاجة عايزين نحدد مع بعض سمات كل شخصية من خلال ما يقرأ. يعني الطالب اللي هو حضرتك اه رايح اه تبص على قصة. فانت عندك شخصيات. يعني هعندنا شخصيات كتير جدا فانت مفروض تحدد سمة. من السمة اللي هي الشخصية. ليه? البطل اللي انا اصلا هجيب لك فقرة عنه في الامتحان. يعني ايه كلام ده? يعني هجي لك فقرة في الامتحان. الفقرة دي عوالي مسلا ايه? تلت سطور ولا حاجة? الفقرة دي بيبقى فيها موقف معين. الموقف ده بتقدر انت تستنتج منه سمة من السمات الشخصية. اهي دي فكرة اللي انا بقول لك عليها. يبقى ازا ده سؤال. ده شكل سؤال في الامتحان. يحدد الطالب سمات كل الشخصية. طبعا الكلام ده هنطبقه عامل النهاردة على الفصل التاسع والعشر. بيقول لي يوازن بين شخصيات وردت في الرواية. تعام زي عنطارة زي شايبوب زي مالك ابن القراد وغيرهم واخرى. وشخصيات اخرى مسلا انا بدي تهالك. طب السؤال ده ايجي ازاي? يقول لك بص انت معاك فكرة تقام وليكن فقرة ادبية. فامتا جالك في الامتحان فقرة ادبية من فقرات القراءة. الفقرة دي بتتكلم عن شخصية معينة. شخصية بعيدة خارج عن قصة عنطارة. هجي لك انا سؤال في الاخر كده في فقرة. الفقرة دي منكونة من تلت سطور. الفقرة دي بتتكلم عن عنطارة بنشدال. فانا هنا هجي اقول لك وازم بين الشخصية اللي موجودة مع عندك في الفقرة الادبية وما بين شخصية عنطارة اللي موجودة معاك في التلت سطور فوريني هتعمل ايه? طبعا على حسب سؤال بديك اختيارات او بيجي لك سؤال مقالي ده مش فرقة معي. ولكن هنا بكلمك على فكرة ازاي نعمل موازنة. كمان معنا ناتج كمان مهمة جدا من النواتج التعلم اللي احنا عايزين نعرفها دائما دائما وابدا في القراءة اللي هي نستنتج علاقة الجملة بما قبلها. فطبعا دي حاجة مهمة جدا سواء بقى معاك نصوص معاك في القراءة معاك برضو في القصة فيش مشكلة. علاقات الجملة اللي هي تعليل نتيجة آآ توضيح الكلام ده كله. النستنتج بعض الدوافة والتصرفات لشخصيات الروائية. انا مسلا هجي اقول لك ايه? انا هديك موقف معين. تمام? برضو في نفس التلت سطور هما هما. هجيب لك موقف معين هنا. هجي اقول لك توقع بقى. ايه التصرف اللي جايب? استنتج التصرف الصحيح. اللي كان مفروض يعمله الشخصية دي. اللي كانت مفروض تعمله الشخصية دي. فوريني كده من خلال قراءتك للتلت سطور. كمان نحدد بعض دلات العبارات والالفاظ. تمام? وده ناتج من النواتج اللي هي المهمة جدا. نخلص من كلام ده كله. ان القصة هنا مش محتاجة حفظ. لا الهدف. الاسمة لدراسة القصة بالنسبة لك ان انت تقراها. تقرأ قصة عشان تقدر تستنتج كل الكلام ده. لان القصة اصلا بالنسبة انها ما بقيتش زي زمان القصة اه اللي هي حفظ اسئلة واجابة وحفظ احداث وانت بش فاهم الابعاد الشخصية كلها. تعالي نخش في الموضوع على طول وانا مجهز لك النهاردة مجموعة من الفقرات. تعالي نشوف كده مع بعض هذه الفقرة. تعالي وقول لي ايه اللي انت فهمته? وبرضو انا محتاج اسمع الاجابة بتاعتكم. فبيقول لي هنا خلا وادي الجواء من منازل مالك ابن القراط. انا دلوقتي باتكلم عن شخصية مهمة جدا شخصية مالك ابن القراط. انا بتعرف عليها من خلال الفقرة اللي قدامي. منذ نزح باهله الى ارض شيبان. فانت هنا عندك منطقتين. المنطقة الاولانية اللي هي منطقة وادي الجواء. وعندك المنطقة التانية انه هو نزح باهله الى ارض شيبان. فمام? خلي بالك من الحتة دي. وقد ضاقت به الحياة في قومه منذ هجر منذ جهرة عن طرى بما ينطوي عليه قلبه. برضو حلو اوي جملة ينطوي عليه دي. ينطوي عليه قلبه يعني معناه اللي هو يحتويه قلبه من حب عبلة والتعلق بها. ومعتزمه من عدوة كل من يجرؤ على طلب زواجه. وكان مالك اللي هو مالك ابن القراط. يضمر في قرارة نفسه احساسا بالمعرة من ان يعطي ابنته لعنطرة. وان كان فارس قمو وحميون. خلي بالك احساس اه بالمعرة دي يعني معناها احساس بالعار. وبعد كده جاي بيقول لك ان يعطي ابنته لعنطرة يعني يزوجها لعنطرة. وان كان فارس قمو وحميون. تقول لي انا استفدت ايه من الراية زي كده? اولا انت هتستفيد كزا حاجة. اولا ايه وادي الجواء ده? وانت عمالة تقرى كده. تمام? انت برضو بتحاول تستكشف. وادي الجواء ده المكان اللي كان عايش فيه مالك ابن قراد وبعد كده تركه وراح الى ارض شيبان. وبرضو انا بالنسبة لي بايزا ساب مكان وراح للمكان اخر. شوف انا مش باعتمد على حفز الاحداث ولا باعتمد ان انت اصلا عارف الاحداث دي. انا ببص على الفقرة اللي قدامي. خلي بالك من الحتة دي كويس. بيقول لك ضاقت به الحياة في قومه. تمام? يعني يبدو ان هو في مشكلة معايا قومه. والحياة دي ضاقت امتى? لما جاهر عن طربي ما ينطبق عليه قلبه. بتقول لي هو حضرتك بيعمل ايه? انا بحاول ان انا قدم لك نموذج محاكاة اللي انت مفروض تعمله في الامتحان. ان انت مفروض ان انت بعد ما تقرأ الفقر اول مرة طيب تفاهم نفسك بقى. طيب طيب تقول لي بقى فاهمتك ازا فاهمتك ازا. طيب دي معناها ايه? طيب بحاول ان انا فاهم نفسي الفقر. ده تقول له قبل ما يخش على السوائل. طب تعالي نخش على السوائل. فجاي بيقول لي مما يلي. اهو. لسه كنت بقول لك ايه في الاول نواتك تعلم. دلالة ضاقت به الحياة. دلالة ضاقت به الحياة. هل يطرى ضاقت به الحياة اللي هي ايه بقى? معناها ايه بقى بالنسبة لي ضاقت به الحياة? هل يطرى قرب الاجل? ولا نقص المساحة? تفتكر? ممكن يكون ده معناها نقص المساحة. ولا تفتكر مسلا انها ممكن يكون آآ زيادة الهموم? مسلا ولا بدء الحصار? فتخيل انت كده عندك هنا يا عندك كزا كزا حاجة كزا اختيار انت بتفكر فيه. الصراحة انا وانا اعب بفكر كده في هذا الاختيار. تعم? اكيد يعني مش بالاجل. تعم? يعني ضاقت به الحياة يا اصدو بيه هنا ايه يا شباب يعني خلي بالك وانترى ابتدى يا جهار فضاقت الحياة يعني معناها النواض خانق يعني. تمام نقدر لون حاجة زي كده من منتهى البساطة يعني. يبقى ايزا اقدر اقول ان الاجابة الصحيحة هنا بالنسبة لي وهي زيادة الهموم. ان الهموم عنده زادت جدا. فدي الحاجة كانت واضحة. تعال نخش على السؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده نفس الفقرة هي هي اللي احنا وضحناها من شوية. فجاي بيقول لي ايه الرأيك? حدد في دوق فيما اه اه او في دوق الفقرة السابقة. موقفا في تناقض لملك ابن القراد. تقول لي عندي سؤال مهم جدا. هل القصة ممكن تيجي اسئلة مقالية? شاغل انت دماغك او بالامتحان الحقيقة. تمام? لا الموضوع عادي جدا. انا دوقاتي بنستعلم معك كل انواع الاسئلة. فانا دوقاتي جاي بيقول لك ايه? حدد في دوق الفقر السابقة. موقفا في تناقض لملك ابن القراد. ايه احساس بالعار. تدق هي ممكن. ليه? لان هو جاي بيقول ايه? يشعر بالمعرة تجاه عن طرق. يشعر بالعار. تجاه عن طرق. ان هو يعني يحب ابنته. وفي نفس اللحظة بيقول ويعني بيأكد ان هو فارس قوم وحاميهم. يعني طب انت من انهي نحيا بقى. شايف عن طرق ده فارس القوم. شايف عن طرق ده حامي الحما. في نفس اللحظة تشعر بالعار ان هو سيتزوج من ابنتك. فاذا ده تناقض وقع فيه ملك ابن القراد. وهنا بقى نتعلم حاجة يا شباب. خلي بالكم كويس جدا. خاصة لو انت بتتبعني كمان على اليوتيوب. تمام? فأحب بقول لك ان انت في نقطة. ان هنا خلي بالك ان انت في التناقض يعني معناها ان انت بتقرأ. بتشوف حاجتين يبدو انهم عكس بعض. تمام? يعني جملة. ويبدو ان الجملة تانية مش منطقية. مش مشة معها. يعني انا شايف مسلا انه ده واحد فارس حامل حما. شايف ان فارس ده فارس قامه. او الراجل ده فارس قامه. يبقى ازا شيء منطقي يشهر في اي حد. تمام? لكن هنا في الوضع ده. نحس ان مالك هنا في عنده تناقض. فدي نقطة من النقاط اللي هي المهمة جدا جدا. طيب ده سؤال تعرفنا عن ايه? تعال نخش بعد كده على فقرة جديدة. خلي بالك انا مش بالع معك هنا برضو على ان انا احكي لك حدودة الفصل. تمام? مش قطع عامل كده. يعني مش هنطلع هنا نحكي الاحداث. ولكن خليني ااكد معاك على معلومة مهمة جدا. واذكر. تمام? كل شوية اذكرك عشان حاول ان انت يعني ايه? تنفذ الكلام ده. القصة في النظام الجديد ليست للاسئلة والاجابة. ليست ان انت تقعد اه حد يحكي لك الاحداث. ولكن اللعبة كلها فين? ان انت حضرتك تقراها وتفهم الاحداث كويس جدا. انت استمتع بالعمل الادبي. انت وطعب لها على نفسها كئيبة. على نفسها كئيبة. خلي بالك. لا ترضى ان تزور. ولا ان تخرج. ولا ان تخرج للقاء من يأتي اليها زيارة. ولا هي. تمام? اه 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 عايزة تزور حد. ولا هي تخرج للقاء من يأتي لزيارتها. كانت صاحبتها كلما جئنا اليها لم يجدناها على عادتها. عارف لما يجي واحد يقول لك ايه? انا انت مش على طبيعتك على فكرة. فايا دي بصها بحول فهم نفسي وانا قاعد بقرأ الفقرأ. وكان الامر يزداد كلما تذكرت ما كان بينها وبين عنطارة. اه يبدو ان هي قصة حب قوية جدا. في تلك الليلة ايه ذقاص عليها? لا استنى. يبدو ان فيه خناءة هنا. فخلي بالك من حتة دي. شفت ايه ذقاص عليها دي. فخلي بالك من هذه الجزئية مهمة جدا. يبقى انطوت عبل على نفسها كئيبة. لا ترضى ان تزور. لا ان تخرج للقاء من يأتي الزيارة. وكانت صاحبتها كلما جئنا اليها لما جدنا على عادتها. مش على عادتها ابدا. وكان امر ازداد اكيد يزداد سوءا. تمام كلما تذكرت ما كان بينها وبين ايه عنطارة. طيب. بعنا نشوف بيقول لي الوصف الانسب لعبلة في دوق فهمك للفقرة السابقة. هنا انا بتمنى حاجة. انت عابد تتفرج على ايه دلوقتي حالا في الباس المباشر. هتروح كاتب الاجابة بتاعتك في قدامك. في تكتب تحت كده. الاجابة صحيحة كزا. اهو برضو نوع من الوع المشاركة. تمام? وده اللي بتتميز من النصة باس المباشر. عابد تتفرج على يوتيوب. هافريش مانع. برضو ممكن تشارك عادي جدا. تمام? واحنا هنشوف برضو الكومنتات بتاعتك. فهنا جايب يقول لي حدد مما يلي الوصف الانسب لعبلة. في ضوء فهمك للفقرة السابقة. خلي بالك. هتوصف عبلة من خلال اللي انت قريته. من خلال الفقرة السابقة. هتقول ايه? هل يطر التكبر والغرور? الضيق والتبرم? الحب والشوق. اي ممكن علشان يعني اه اه تذكرت ما كان بينها وبينها عن طرف. الانفة والكبر. واحد يقول لي الانفة. يعني معناها ايه الانفة? الاعتزاز. الاعتزاز بالنفس خلي بالك. يعني دي هده المعنى الخاص بيها. طيب. وانا اعيك يا بفكر معاك بصوت عالي اخي. تمام? بفكر معاك يعني. فلاقيت هنا ايه انسب اجابة موجودة? هل هي مش عايزة تخرج تزور الناس? ولا ان هي تخرج الناس اللي بيجوا يزوروها? كنوع من انواع التكبر والغرور? اكيد بعيدة شوية. مفكرتش فيها نديم. طب تفتكر هل مسلا الضيق والتبرم? ولا الحب وشوق? اعتقد ان انت قدرت توصل للاجابة الصحيحة. لسه احنا طبعا ما عندناش اي لسائل خالص دوقتي الناس بتشارك معنا. ولكن خليها نقول خليها نقول ان احنا موجودين هنا ونقول ان رجابة صحيحة هي. طبعا الديقة تبرم جبتها منين? احنا جبناها منين? الديقة تبرم دي. اولا هي كانت كعيبة. ثانيا تمام? ان هي ما كانتش دايما على عادتها. ثالثا بقى ودين اهم. ان هي كل ما بتفتكرت اللي هي كان بينها وبينها عن طرق اكيد تمام? اذ قصى عليها تديك احياء ان كان في مشكلة. تمام? اكيد يعني الوضعاتي بتعامل معاك ان انت مش عارف الحداثة قبل كده. فهنا اكيد اذ قصى عليها ده بيديك احياء ان هناك مشكلة كبيرة. يبقى بالتالي اكيد هي في حالة من حالات الضيق والتبرم. ودي من النقاط المهمة جدا. تعالنا نتقل بعد كده الى سؤال اخر سؤال مهم. برضو نفس فاكرة يعني خلينا نتكلم بصراحة. بقولي ما علاقة بقى. استنتج بقى. علاقة لم يجدناها على عادتها بما قبلها. لما نيجي نبص عليها هنا يا شباب في الشاشة اللي موجودة قدامك. لم يجدناها هاي. هذه هي النقطة اللي احنا بنحدث فيها. يقول لك اعلقتها بالابليا. انا رحزت هنا لقيت اين? انا لقيت هنا كلامة. ماذا عن كلامة? بيقولي كلامة دي خلي بالك عبارة عن اداة من ادوات الشرط. يعني بناءا عليه. بناءا عليه. هيحصل ان انت معايج بقى. هيجي وراها هنا في هذه الجزئية جملة. خلاص? ودي بنسميها جملة الشرط وانتو عارفين يعني اكيد تمام موضوع اللي علاقها بنحو شوية. بعد كنا عندي جملة اسمها جملة جواب الشرط. وجملة جواب الشرط دي بقى اللي هي علاقتها بيكون بالابليا دايما علاقة ايه? النتيجة. طيب. تعال بص كده. بيقولي كلما جئنا اليها ايه اللي حصل. لم يجدناها على عادتها. يبقى ازا العلاقة هنا علاقة نتيجة. لما قبلها ودي من الحاجات اللي هي المهمة جدا. طيب تعال نشوف بعد كده. في جزئية اخرى. فقرة جديدة من فقرات الفصل التاسع. بيقول وضاقة المقام بابيها مالكة. طبعا انا ممكن اجيسألك سؤال مفاجأة. واجه اقول لك اه 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 اما يعود الضمير. اللي هو الهاء. اكيد الضمير هنا بيعود الى عبلة. وحار في امره. كيف يطيق الحياة وهو يسمع الناس ينشدون شعر عن طرف ابنته خلي بالك من هذه الجزئية المهمة جدا ويستعيدونه في مجالسهم فكانت أنفته تثور خلي بالك من دي الأنفة بتاعته كانت تثور جدا ولم يجد مخرجا من الأمر إلا أن يعلن قومه بأنه لن يزوج ابنته لعمارة ولا غير عمارة ثم غادر أرضه ورحل إلى أرض أسهاره بني شيبان خلي بالك أنه هو ضاق المقام بأبيها خلي بالك ليه بقول لك ضاق المقام بأبيها ليه ضاق المقام هنا ليه بقى وحرفي أمره إزاي هيطيق الحياة وهو بيسمع الناس ينشدون شعر عن طرف ابنته خلي بالك حاجة صعبة جدا يعني إزاي طيق الحياة كانت إزاي طيق إن هو يعيش هنا وهو معادي رايع جاي في الشارع شارع ايه وهو رايع جاي في الصحراء كده اللي موجودة تمام بيسمع شعر آآ الناس بيقولوا شعر عن طرف ابنته خلي بيردده يعني كأنه أغنية زي ما أنت بتسمع أغنية مثلا بتحفظها فبتوقت تردده فتخيل الناس كلها بيقولوا شعر عن طرف عبله فهو كل الرجل ما يعادي يلاقي شعر ابنته فيستعيدناه في مجالسهم فكانت أنا فاته تصور كان بيغضب يعني وبص بقى لم يجد مخرجا من الأمر إلا أن يعلم بقى أنه ما بص بقى أنا ولا طبعا الناس كانوا منقسمين هنا أنا أحب أقول لك هزي أسرب لك بعض الأنباء أنهما كانوا ناس منقسمين بقى يعني منهم اللي هو شايف أنه عمارة هو الأحق وناس تانية شايفة لأ عن طرف هو الأحق فأنا بيقول لك ايه تلعب في الناس وراح غير يا جماعة لأنه زوج ابنتي ولا لأمارة ولا غير عمارة ده لأنا فهمتم الفقرة الأدام يعني وغادر الأرض ورحل زي الفقرة الأولانية خالص اللي احنا عملناها كان بتقول نفس الجزئين ورحل إلى أرض أسهاري هي بني شايبان والدنيا كانت تماما دي الفقرة تعالى بص اسوال بقى بص اسوال بيقول لك في ضوء فهمة للفقرة السابقة سبب احساس ملك بالعار خلي بالك دي يعني معناه ان انت بص هتطاقع هنا من وجهة نظرك استنتاج تم خلال اللي انا قلته خلي بالك خلي بالك من جزئية مهمة جدا اللهم بلغت بيقول لك في ضوء فهمك للفقرة السابقة ما قالكش في ضوء فهمك لأحداث الفصل لأحداث الفصل بشكل عام تفرق معي تفرق معي جدا جدا لان انا هنا بقول لك بص في الفقرة السابقة وشوف ايه المشكلة اللي خلت ملك يشعر بالعار وعلى فاته وتصور ايه المشكلة اللي ايه موجودة خلي بالك لان هنا احنا مش متنقدين ولا حاجة هو في سبب اساسي تمام موجود ده موجود من خلال فهم اللحداث بتاعت الفصل كله وفي سبب هنا موجود وديمك في الفقرة انا لو جيت بصيت هنا كويس جدا في الفقرة مش هلاقي غير الاجابة الله ينور عليك الاجابة ورقم الف اللي هي انشاءة عنطارة الشعر في ابنته وحب لها ما فيش كلام تمام وهو ده ده اللي موجوده ده في الفقرة قل لي فين هنا في الفقرة دي ان هو زواج ابنته من عنطارة تمام ابن زبيبة خين دي تمام يعني هو هنا ما قالش ان هو يشعر بالعار لان هو سيزوج ابنته تمام لابن زبيبة بس خلينا اقول لك بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوحة وياريت تركيز هلاقي كويس ودي مشكلة القصة المتحررة تفهم بنقول لك ايه دايما في القصة المتحررة تعامل تعامل يا عزيز الطالب مع الفقرة اللي قدامك الفقرة اللي قدامك ببأتعملش انا معك من مبدأ ان انت حافز خلي بالك انا مش بتعامل معك من مبدأ ان انت حافز احداث فأنا بجيب لك فقرة فبقول لك احكم على اللي قدامك تمام? على اللي انت بتقرأه. يعني. انا لو جيت للفصل بشكل عام. تمام? فصل بشكل عام. هو فعلا مالك ابن قراد كان يشعر بالمعرة. تمام? لان هو هيدي ابنته لعنطرة ده بقى اللي هو من احداث الفصل يعني. هيدي ابنته لعنطرة. بالرغم ان هو فارس قوة مش عارف ايه. بس عنطرة ده ابن زبيبال اما. تمام? ولا يخلط دماغه تمام? بدماء اللي هو عنطرة اللي هو لعبت. حتى لو ابو كان يعترف بيه. ده من خلال الاحداث كلها والله. انا فاهم الكلام ده كويس. ولكن تعالى بص هنا قدامك على الفاكرة دي. هنا بيقولك ايه اللي خلاه يشعر بالعارض هنا في الحتة دي? ايه اللي خلاه يضيق? ايه اللي خلاه انفته تثور? تمام? اللي خلا كده كل دوت يا جماعة انه هو انشاد عنطرة الشار في ابنته. وكل الناس بيستعيدوا الكلام ده في المجالس بتاعتي. فخلي بالك من هذه الجزئية? كويس جدا جدا جدا. واعتقد انا رسالة وصلت. رسالة وصلت في ايه? خلي بالك من فهمك للفاكرة السابقة وخلي بالك من فهمك لاحداث الفاصل. تفرق معي السؤال جاي لي عامل ازاي? طيب. تعالنا نخش بعد كده. الى سؤال اخر. بنفس الفاكرة بنفس كل حاجة. تعال اشوف يقول لي يا سلام على السؤال ده مهم جدا. قال ابن الرومي. بص الموازنة. ايه المرة دي انا اجيب لك موازنة مفاجئة. فاكر موازنة اللي هي اللي احنا كنا قاعدين عليها في اول نواتك التعلم. احنا هنجيب فقرة بقى طويلة ولقراها وبعد كده هنقارن ما بينها وما بين فقرة موجودة. ما عندناش احنا الوقت ده. فروحنا لعمل حاجة بقى ايه جويلة جدا. جبتلك بتشعر من عند النصوص بتاعتنا المقررة. ابن الرومي وبيقول ليه وطن. قاليته وانت عارف قاليته دي. يعني معناها اللي هي اقسمته. انت شايف دي كويس جدا. وبيقول لك اقسمته الا ابيعه وان لا ارى غيري له الظهر مالكة. يعني هو بيقسم ان هو مش هيبيع بيته وطنه. مش هيبيع كمان حتى بيقول لك لا ارى غيري له الظهر مالكة. يعني مش هيشوف حد يملك هذا البيت غيره على مدار الايام كلها وعلى الى الابد يعني. فجاي بيقول لك ايه نائبة. بعد ما انت عارفت الفقرة اللي فوق اورد بيت ابن الرومي جميل بيقول لي قارن بين موقف مالك ابن قراض. وبين ابن الرومي من التشبث. فتة توقف قدام تشبث دي تقول لي انا مش فاهم يعني تشبه. التشبث بالوطن يعني مناقي التمسك الشديد بالوطن تحت وطأة الظروف الضغطة. قول لي بقى. قارن بن موقف مالك ابن القراض بن الرومي من التشبث بالوطن تحت وطأة الظروف الضغيطة. خلينا اقول لك. الظروف الضغيطة هنا وانت اكيد دارس الموضوع دوت. انا طبعا حتى ما بتلكش ايها الظروف الضغيطة. ولا سألتك عليها. بس هنا مبدأ ان احنا بنتعلم يعني. فانا حب اقول لك مسلا هنا ان انت عندك. لو انت كي بسيط يعني ابن الرومي هنا طبعا كان عنده ظروف ان هو في حد اخوة منه كان مصمم ان هو ياخد البيت بالعافية. اجبارا. وهنا طبعا الظروف الضغيطة المالك اللي هو الناس اللي هم كل شوية يستفزو بقول الشارف ابنته. فان بيردده كلام عن طبعا يعني. فانت عندك موقف اه ضغوط يعني. تمام? يا طبعا مالك عمل ايه? ويا طبعا ابن الرومي عمل ايه. تمام? انت شايف ايه? يا سيدة ما باعفش ابن الرومي. بس معاك البيتهم. بقول لك ليه وطن? قاليت ولا بيعه. وقال لا ارى له. وقال لا ارى غيري له الظهر مالكة. تمام? جالك كده. وفانت هتتصرف ازاي في هذا الموقف الجميل. تمام? ايه يا ترى? الاجابة اللي ممكن تكون. انا بحاول الله عزيزي ما اديك وقت. بحاول اديك وقت ان انت تفكر. بحاول اديك وقت ان انت تشترك معي وتبعث لي كمان حتى الاجابة بتاعتك. تمام? بنحاول يعني. وبرضو على اليوتيوب برضو ما فيش مشكلة. بحاول برضو اديك نفس الوقت هو هو. طيب تعال نشوف بقى. هنا هتلاقي في اجابة مهمة جدا. بيقول لك تخلى مالك عن وطن. خلط. ورحل الى بايني شايبان. بينما يتمسك ابن رومي بوطنه. طعم? ويرفض بيعه مهما كانت الاغراءات. خلي مالك من حتى دي. فشوف هنا. مالك تخلى عن وطن ورحل. طعم? الى بني شايبان. تعال نبص بعد كده جاء الى اوللد. ده عن طرر بقى. الى طلال الدار. فجال بين مواضع نيرانه. واثاره. واوتاده. وبقايا نؤيه. التي كانت تحيط بخيامه. ثم وقف مبهوتا. يمسك اعلى رمحه المركوزة في الرمل مسندا بزقنه. كأنما هو تمسال في بقايا خرائب معبد مندثره. فتعال نشوف هنا في هذه الفقرة اللي بتوصف اهل عنطرة وهو واقف بين اطلال الدار. واكيد يقصد بهذا الدار دار عبلة. وتيه طبعا نقطة مهمة جدا. يبدو ان هو موقف حزين. انت عارف طبعا احنا من خلال الادب في الترم الاوليان كنا بنتكلم دايما عن وقوف على الاطلال. وقوف على الاطلال بوكاة الديار والكلام ده كله. فتعال نشوف كده مع بعض ايه اهم من اسئلة اللي ممكن تكون موجودة في هذه الفقرة بيقول لي حدد مما يلي المقصود بالنؤية. وبقايا نؤيه يا الما مهمة جدا. يا طرح ازاي هنقدر نجيبها من خلال السياق. يا طرح ازاي هنقدر نجيبها من خلال السياق. بص هو جاء الى طلال الدار. جال بين مواضع النيران الخاصة بليه الدار دي. والاثار اللي هي اصر الاغدام يعني. الاوتاد. الاوتاد اللي هي عاملة زي دي. في الصورة هي. مش عارفة تشوفتني ولا لا? انا مش قول لك عليه يا عين. الوتد اللي بيمسك الخيمة. وبقايا النؤية. النؤية ايه? هل النؤية ده مجرى? هل النؤية ده حديقة? صحراء? تعم? ايه صحراء بتاعت الدار? يهو فيه صحراء? بتاع الدار? وصحراء تانية غير الصحراء بتاعت الدار? غريبة دي. تفتكر قدام الدار دي هيكون فيه تلال? تلال? اكيد. اكيد. تعم? لو انت فهمتني كويس? ولا تختار حديقة. ولا تختار صحراء. ولا تختار تلال. اكيد هي مجرى. تعم? هقول لك انا بقى. هقول لك انا قصتها ايه? اقول لك اصدها ايه بقى? ما انا بقول لك دوقتي انا استبعد. هلو دوقتي شغال في نظرية استبعد. خلينا نتفقين مع بعض. كلمة دي ده فجعتني. تعم? انا نفسي ايه ده? ايه نوقي دي? فبقيت اعمل ايه بقى? يلا يلا نستبعد. هل هي طارة فيه حديقة? طب حديقة في صحراء? بزيباتك ينفع? اكيد لا. صحراء? طب صحراء غير الصحراء? تلال طيب? ايه? البيت طبعا كده مش هتشايف. انت فعب لما البيت يبقى قدام انت قدامه وتلال يلا. طب يبقى سيبك بقى بالحدة دي. يبقى اكيد مجرى. طب يا طارة المجرى ده وظيفته ايه? يقول لك وظيفته ده لو حصل سيول المجرى المية اللي بتنزل دي تنزل في المجرى ده فما يتغرقش بقى الدار. الدار دي ما تتغرقش. تعم بالمية. فدي طبعا كانت ايه فكرة يعني? فدي برضو ممكن بقى هنا ايه? دي اراية القصة برضو. صديقي خلي بالك اراية القصة مهمة جدا. هتستفزك بعض الكلمات فتروح تبحث عنها. فتلاح هنا دي ما ايه يقول لك ايه? ابحث عن المعنى. فتروح رايح انت بقى تدور عن المعنى يبقى انت استفدت والمعجم بتاعك زيت. دي الفكرة. شفت بقى? فخلي بالك من هزي جزئية جدا جدا. خش على بعض. نفس اه بص السؤال. بيقول لك ميز مما يلي. البيت الانسب للفقرة السابقة. نفس الفقرة هي هي. بس المرة دي بقى جيب لك ابيات شعر. هو بيقول لك يالله بقى اقرى بقى اقرى بيات الشعر دي. وهت لبيت عنطرة مفروض يقوله في الحتة دي. شوف بقى الموضوع. يعني عايز يقول لك ايه? تخيل نفسك هنا انت عنطرة. ووقف انت هنا في وسط الاطلال بتاعة عبلة. تعم? وقاعد بقى ايه عايش حياتك بقى حزن بقى وقاعد على الرباح بقى وبص يعني المشهد اللي قدامك ده. فايه البيت تعم? اللي هي البيت اللي هو هينفع مع الفقرة دي. على فكرة الموضوع حلو جدا. الموضوع حلو جدا. فطبعا انا سايبك بقى انت تقرأ الابيات بنفسك بقى. انت فهمتني خلاص. وفهمت طريقة العرض بتاعتنا. ان احنا بنعمل ايه بديك انا تلاتين ثانية كده اللي انت هتروح على طول تبص فيها. تشوف الابيات وتشوف ايه الاختيار المناسب تمام مكلام ده كله. فانا حاجة اقول لك بقى يا سيدي يا الله بينا. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلامي. اذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مزاقته كتعم العلقمي. اعتقد بدي ده بعيد شوية عشان هو من الظلام شيء على حاجة. حكم سيوفك في رقاب العزلي واذا نزلت بدار ظل فرحلي. اعلقت. اعلقت هو افعل اطلاق. موت الفتى في عزة خير له من ان يبيت اسير طرف اكحلي. موت الفتى في عزة ان برضو بعيدة يا دار عبلة يا اكيد فيلم تانيس ها. يبقى اكيد يا دار عبلة بالجواء يتكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلامي. لبقى لانه انا بص يا راحت فين. اتهم? يعني ده لسان حاله يعني. اخدت بالك من الفكرة. فطبعا ده اللي هي فكرة الاطلال واعتقد الرسالة وصلت. دعا نخش بعد كده على سؤال شايبوب ظهر اخيرا تهم? اهدي يا عم شايبوب وهو عشد تخب بالك هو ده شايبوب. فقال شايبوب انت تجد لذتك فيما تأمل وما ترجو وما تسعى له من امامك. واما انا فاني اجد لذتي فيما ازوق باللساني. وما المسه بيدي. وما اقارفه في يومي. انت تسعى. وتتألم في سبيل وهم باطل. في سبيل وهم باطل. وانا احيا واتنعم فيما احصه حقيقة في يدي. امم. اوار لي. لا تعالي. تعالي هاتلي. هاتلي كلام شايبوب تاني. وبقول شايبوب ايه? انت تجد لذتك فيما تأمل. وما ترجو. وما تسعى. يبا ايزا انا عندي هنا اعمل رجاء سعي. تمام? ده عن طرف. واما انا فاني اجد لذتي فيما ازوق باللساني. يبقى هنا ازوق باللساني دلوقتي. يبقى ده شايبوب. يبقى انا كده ده شايبوب ده عن طرف. عشان بس ايه اقارنا هم? وما المسه بيدي. يبقى اذا هنا يلمس بيده الشيء. يعني لازم الشيء كده يكون مسكه ايه بيده. يلمسه بيده. ماء وقرفه يا همه. انت تسعى وتتألم في سبيل وهم باطل. هو شايف ان ده شايبوب شايف ان الامل والرجاء والسعي معه الا وهم. ماشي اعمل شكرا اعمل شايبوب. وانا احيا وهتناعم فيما هحسه حقيقة في يدي. ماشي. وانت خلاص مسك الحقيقة اعمل شايبوب. ماشي. يبقى اذا انا فهمت ايه ده ايه? الفكرة. يعني اللي بالك انت جاء لك فكرة انت بتحللها. نفس الطريقة. مين عمل ايه ومين عمل ايه. تفاهم مين بيقول ايه وده بيقول ايه. تمام? علشان انت بقى انت اقلام من الموضوع. يلا بقى خد سؤال ده. في العبارة موقفين متناقضين من الحياة وضعهما. ها شفت بقى? تناقض تاني اعمل. احنا كده بنتكلم في تناقض مرة اخرى. يا ترى ايه? الموقف اللي فيه تناقض تاني فيه تناقض في الفكرة السابقة. معاك تلاتين ثانية بالزبط كده افكر لي في الاجابة. انت عندك العبارة بيقول لك الموقف متناقض عن طرح يسعى لتحقيق اهداف وامال. اما شايبوب يرى ان الحياة هي ما يشعر بيه حقيقة في يوم. امال واهداف عن طرح شايبوب الحياة هي ما يشعر بيه حقيقة في يوم. فدي طبعا من الحاجات اللي هي المهمة جدا جدا خلي بالك. لو جينا بعد كده انتقلنا الى نفس الفكرة بس عايزين المرة دي وصفة انسب بقى الشايبوب فاكر لما جيته قدتلك هديك فاكرة. وهقول لك عايز سمة شخصية تمام? من خلال اللي انت قريته ماكر. مم شايبوب ده ماكر مكار يعني. يعني مخادع. يعني بيفكر كده ويخطط كده وعارف انت الماكر ده. يائس. هو بص ترعى يائس. هتحس ان هو يائس. يائس? هل هو يائس فعلا? ولا ايه بالزبط? ولا واقعي? ولا متكاسل? بص انت عندك ايه? عندك اختيارات. فهنا هتلاقي بص بقى. هنا الاختيار الانسب. انا اقدر ممكن من وجهة نظري اطلق على شايبوب تفهم? انه هو واقعي. تقول لي ليه? 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 ليه احنا فكرنا في الجزئية دي? هقول لك بص الحقيقة تفهم? وحنا عديد من التكلم هنا في الجزئية دي. الشخص اللي هو ما بيروحش ناحية التموحات والاعمال والكلام ده. بحس ان هو بيبص على اللي في ايده. تمام? هو ده الوصف الانسب. الوصف اللي احنا ممكن نقول عليه هو ده الوصف الانسب. تمام? لفكرة انه هو آآ واقعي. يعني اكيد. لانه هنا مش يائس. تمام? هو هنا ما عندهوش حالة من حالة اليائس ولا حاجة. العكس هو بيقول لك انا يعني شايف اللازة بتاعتي في اللي انا بزوكه باللساني. ومفروش اي موقف هنا يدعو الى المقر يعني. مسلا او اي حاجة من هذه الاشياء. وبالتالي برضو هو يعني مقدرش اقول عليه متكاسل. آآ بشكل كبير. وبالتالي يبقى ازا هي الاجابة صحيحة اللي هو آآ واقعي. تمام? ودي من الحاجات المهمة السهلة جدا. تعال نخش بعد كده عندي سؤال اخر. سؤال تمام من الفصل العشر. تمام? تعال نشوف كده مع بعض. ونشوف آآ ايه يا طرح اللي احنا بنقوله هنا? هتلاقي هنا سؤال مهم. لم ينسى. آآ بيقول لي بقى هنا ايه? بيقول لي لم ينسى مالك ابن القرى ان هو رجل من عبس. ضاقة به. بص خلي بالك. يقول لك ايه? ضاقة به المقام في قب. بقى كيه جاي بيقول لك ايه? فاضطر الى ان يهاجر بقى. كلي بالك من الحتة دي. يعني ازا لم ينسى ونقف هنا شوية كده. عند لم ينسى مالك ابن قرى انه رجل من عبس ضاقة به المقام في قب. فاضطر الى ان يهاجر بقى. ويحل ضايفا على غساره اللي هما كانوا باني شايبان زي ما احنا اتفقنا مع بعض. طيب ايه اللي حصل. بص كده. وكان يتنسم الانباء عن عبس. يتنسم. كان يتنسم الانباء عن عبس. فاذا ما اتت قافلة من الحجاز الا العراق. ما كان له موجود فيه. قرج يسأل اهلا. عن اخواته وعن ابنائهم وعن اصحابه الذين طالما شاركوهم وشاركوه. اخدت بالك من الفكرة. كل دي افكار موجودة معاني. لا افكار. تعال بص كده. بيقول لي ميز مما يلي. الوصف الانسب لميالك. في ضغف ايمك للفكرة السابقة. يا سلام. بص بقى. تعال نفكر فيها بمتابة بساطة. هل يترى. نقدر نقول حاقد على وطن. حاقد على وطن. متشوق الى وطني. معتاز بوطن الجديد. خطاء للوطن. بطرى انهي واحدة فيهم اللي هتكون الانسب. خلينا افكر مع بعض بصراحة. بيقول لك لم ينسى. شاكتين وانا بعمل عليه دقيقة. تمام? لم ينسى. مالك ابن قرد ان هو راجل من العبسة. ما هو ما نسيش دي. تمام? ما نسيش. وبعد كده اضطر 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 الى انه هاجر باله. يعني ازا معنا كده ان هو مش بيكره الوطن ولا حاجة. حل ضيفا على اصهاره. كان يتنسم الانباء. الشخص اللي بيه. بص. يعتنسم الانباء كده. يعني بيعد يتلكك علشان يسمع نبأ هنا ولا نبأ هنا. ومجرد مجد قافلة. تمام? يخرج بصوره عايز اقلالها عن اخواته. بص مش بيسأل. مش جاسوس هو يعني. مش جاسوس هنا. تمام? ده بيسأل اقلالها عن اخواته. عن ابنائهم. وده فلان عامل ايه. فلان ده عامل ايه. وعن الاصحاب. والناس اللي شاركوه. يعني قصة كبيرة جدا فيها متشوق الوطنه بشكل كبير جدا يا جماعة. بشكل كبير جدا الوطحة. يعني اذا هنا متشوق الوطنه من اهم اهم اللي هي النقاط اللي هي الوطحة بالنسبة له. فخلي بالك طبعا دي من الحاجات الجبيلة السهلة. تمام? اعتقد الرسالة وصلة الشباب. تشفتوني النهاردة وحنا نستعد مع بعض بعض الاسئلة بتاعت القصة. شفت لقصة ممكن تيجي ازاي? بناشى عنك خالص بالحفظ. اوعى تمزي مجود على الفاضي. تمام? اقرأ قصة واستمتع بقرأتها. وشوف ايه الاحداث وفكر ايه اه وانت بتقرأ بقى. ايه الوصف الانسب للراجل ده هنا? ايه سميت شخصية الراجل ده? تمام? الشخصية دي لو انا اتحطيت في مكانها. ايه التصرف ان انا افروض اعمله? طب ايه القيمة ان انا اتعلم منها في حياتي? تمام? كل دي حاجات مهمة جدا. يعني كل دي اسئلة هي دي اساس القصة بتاعتنا في النظام الجديد. سواء بقى جينا قلنا سواء احنا اه اه سنوية تانية سنوية تلتة سنوية اه كله سواء. تعالوا نخش بعد كده عندي سؤال اخر. بيقول لي لم ينسى مالك ايه انا ارسل فكرة. بيقول لي دلل مما يالي على حنين مالك ابن قراد الى وطن وعبس. يا رأيك? عايزين دليل على حنين مالك ابن قراد الى وطن وعبس. تمام? دليل. هل يطرى ده قبيل مقام? اضطر الى ان يهاجر باهله? كان يتنسم الانباء عن عبس? اتت قافلة من الحجاز الى العراق. يا طرى انهي اجابة اللي ممكن نقول عليها يا شباب اجابة صحيحة. تمام? طبعا اكيد. اكيد. تمام? ده قبيل مقام في قومه? مش دليل على حنينه. اضطر عن ينهاجر? مش دليل على حنينه ايضا. تمام? اكيد كان يتنسم الانباء عن عبس. يعني سوالي واضح جدا. سهل سهل جدا. انا اتوقع ان انت هتجيبه بمنتهى منتهى السهولة. واسئلة سهلة. فهم? ومباشرة عن القصة. فعلا نشوف بعد كده سؤال الاخر. جاي بيقول لي قد توسقت الصداقة. اه بين عمر بن مالك وبين بسطام ابن القيس ايه ده? مين بسطام ابن القيس ده? ده بقى ابن الشيخ القبيلة بتاعت شايبان. تهام? اللي هو انتقلوا ليها. فمالك ابن القراط عمر بن مالك يعني? تهام? وبسطام ابن قيس بقى بص بقى بقى صداقة. صحبية بقى. اصدقاء. وكان شابا في مسل سنه منعاما جميلا يخضي حياته كسائر ابناء السادة في صيد او لهو فاذا عزم قومه على غزوة صهرعي اليها. وكان في صدر الكتائب يكسب المجد في الحرب. بياخد المجد بتاعه من الحرب. تخلي بالك. لو قوموا قالوا يا الله غزوة بيسارع اليها. وكان بيكون في صدر الكتائب يكسب المجد في الحرب. ده اللي هو بسطام ابن قيس. تعال نشوف مع بعض. استنتج مما يا لي. سبب اسراء. من وقت نظرك ها? سبب اسراء بسطام ابن قيس لاي غزوة في ضوء فهمك للفقرة. عايزك تحل الفقرة كويس? وهو رجل اصلا بتاع صيد ولهو بتاع. تمام? بس بيقول لك اول ما بيجي غزوة تمام? يسارع اليها بسرعة. تمام? عشان يكون في صدر الكتائب. يا طارب هل يمهد لنفسه السيادة? بس بقى. انا هنا يا جماعة بحاول افكر في حاجة استنتج ده مش موجودة في الفقرة. مش راح اجيبها من الفقرة. انا باستنتج دي يعني معناها باخد مجموعة من المعلومات اللي موجودة قدامي في الفقرة. وحاول اصلا منها بحاجة. تمام? باخد مجموعة من المعلومات وحاول اصلا منها بحاجة. فهل يا طارة هنا يمهد لنفسه السيادة? ولا تغيير صورته امام الخبيلة? الاساس يعني ان هو كان بتاع صيد ولهو كده. فغير صورته بقى وكصة دي. ولا لنيل اعجاب عبلة والزواج منها? هو اصلا يعني مش عارف عبلة ايه اللي دخلها في الموضوع? ولا الانتصار على العنطارة والقضاء عليه? بص يا جماعة صراحة لأسباب كلها بعيدة. فاقرب سبب هو ليمهد لنفسه السيادة. يمهد لنفسه السيادة يعني معناها ان هو عايز يقول للناس انا من السياد القوم. انا اللي همسك اه شيخ القبيلة فيما بعض. فدي من الحاجات الجميلة الجادة. تعال نشوف برضو نفس الفقرة هي هي ويبدو ان احنا معنا سؤال جديد عن علاقة. يقول لك يقضي حياته كسائر ابناء السادة اللي هي ديت? اه. لا استنى. استنى. استنى عشان العلاقة دي علاقة مهمة. لا 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 انت تتوقف بقى. وتسمعني كويس. وبص فيها. وقول لي انت اخترتها ايه? لو سقط صداقة بين عامر وبسطان وكان شابا في مثل سني منعاما جميلا. بيعمل ايه يعني? يقضي حياته كسائر ابناء السادة اللي هو لا. يبقى اذا معنا كده العلاقة هنا. تمام? يبدو ان الجملة ديت بتوضح الجملة اللي بديها ممكن? توضيح فانا. ايه فانا توضيح بروب عليك يا بنا. تمام? توضيح ليه? لان هو هنا انا عايز اقول شاب في مثل سنه منعاما جميلة. بيعمل ايه يعني? يعني بس انا محتاج توضيح اكتر لا سمعني. يعني بياخذ يا حياته كسائر ابناء السادة في سادة اللي هو مش عارف ايه. فإذا انت احس ان ايه ايه بتوضح الجملة اللي بديها تزيل الامور بتاعها اه شيئا فشيئا. اه فطبعا دي من الحاجات السهلة. تعالنا ننتقل بعد كده الى الشريحة الاخيرة وطبعا احنا هنا وصلنا لاخر اه حاجة عندنا في القصة. تمام? النهاردة احنا طبعا احنا قدمنا ايه بقى النهاردة? احنا قدمنا حاجة مهمة جدا. احنا قدمنا نوعية معينة من الاسئلة تمام? الاسئلة ديت اللي هي ازاي ان انت تقعد تفكر فيها تمام? وازاي ان انت تقدر تعمل اسئلة شبهها? ازاي ان القصة بتاعتنا مش محتاجة حفظ اسئلة واجابة. مش محتاجة ان انت تقعد تكون في حالة من حالات اللي هو البجود الكبير جدا في ان انت تحفظ احداث بتاعت القصة. الموضوع كله بيتعلق بفهمك اللي انت هتقرأه. تمام انت تكون استفدت النهاردة من النواتج التعلم اللي احنا قدمناها. استفدت من النواتج الاسئلة اللي احنا قدمناها النهاردة في رواية عن طرح. ونراكم على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.